حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زبان وعن سهل عن ابيه انه سمع ام الدرداء تقول خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من اين يا ام الدرداء قالت من الحمام فقال والذي نفسي بيدهما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت احد من امهاتها الا وهي هاتكات كل ستر بينها وبين الرحمة حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين قال حدثني زبان عن سهل ابن معاذ عن ابيه انه سمع ام الدرداء تقول خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حسن اسحاق بن عيسى قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن محمدي بن عمري بن حلحلة الدولي عن اسحاق بن عبد الله عن ام الدرداء ترفع الحديث قالت من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة ايامين اجزأت عنه رباط سنة حدثنا هارون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال وقال حيوة اخبراني ابو صخر ان يحنس ابا موسى حدثه ان ام الدرداء حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيها يوما فقال من اين جئت يا ام درداء فقالت من الحمام فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تنزع ثيابها الا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل من ستر اشتركوا في القناة